يلا نتكلم مع بعض كده وحكي لنا بقى الحكاية من اول ما كنت اصغر من كده رحلتك مع العصف ابتدتي امتى من اكتشف موهبتك الفكرة جات منين انك بتدي تعملي مزيكة وتلعبي مزيكة حكي لنا بقى كل الحكاية انا عمل حكاية بدأت في الغنى وانا عندي اربع سنين كنت في الحضانة هم اكتشفوا موهبتي وساعتها غنيت اغنية في حفلة ومن ساعتها بقى ابتدت اغني وبابا وماما اكتشفوا موهبتك انت عندك كم سنة اصلا دلوقتي عشان تقولي وانا عندي اربع سنين انا دلوقتي عندي 13 سنة ما شاء الله ايريني واستاذ اشرف هم داخلين الستوديو منا ومشاهدين داخلين معهم جوائز ما شاء الله اخر جائزة صوت الدهبي وشهادات تقدير من اكتر من مكان في ماصر مؤسسات مختلفة فبطلة بجد انا بحيي حضرتك سيد اشرف وبقولك لسانتة طيب وبحييك انك انت اكتشفت الموهبة دي في ايريني وحاولت تنمي موهبة دي يوم ورا يوم وحضرتك طيب ايريني وهي عندها اربع سنين وقنت في الحضانة كان صوتها حاسد في حاجة يعني اخواتها بيغنوا اخواتها بيغنوا كويس لكن صوتها في حاجة فبدلت متابع معها اللي خلاك تقول ان الصوتها في حاجة يعني اول مرة بصيرين واربع سنين انا معرفش في الصوت قوي بس كان بياريني في المايك بطريقة غريبة قوي يعني في المايك بيحلو يعني اغلبية الناس بيتغني ممكن كويس يجي على المايك الصوت يقل شوية لا معاقريني في المايك بيزيد فلاحظت الموضوع ده فبدت امشي معها في الغنى وفي معهد الموسيقى كمان دخلت وبتدرس في المعهد غربي زي نفسي منج الكنزة في طوار لكن ايه بتاخد سماعي بتقوله مكلسوم دولة شرقي يعني انا بيحبه مكلسوم الشرقي ما بفهمش الغرب ده يا بابا فبقيت تغني حيات له مكلسوم تعذب وتعذب السلام الوطني ومشاء الله يعني اريني احنا خدت جواز كتير جدا اخر جايزة كانت الصوت الدهبي كانت مسابقة ومشاركة ليكي مختلفة جدا في مسابقة الصوت الدهبي كلمين على مشاركة ريني انا رحت عزفت وغنيت ألف ليلة بليلة وكتعت بولكا بولكاس دي غربي لكن ألف ليلة وليلة دي شرقي انا رحت عزفتهم وبعد كده بقى لونة تعالوا ان انا كسبت يعني واخدت مركز تاني في مسابقة المواهب الزهبية عصر دي كان فين تابع الموسيقى العربية المواهب الزهبية تابع الأوبرا برضو دي كل سنة بتعمل من ست سنين هي السنة دي دخلت عصر خدت فيه المركز التاني بالكامل بتاعها كان حوالي 2000 مشترك تقريبا على مستوى الجمهورية بس هي سبق السنة الفاتت دخلت الموسيقى العربية مسابقة رتيبة الحفني واخدت مركز كبير في المركز التالت في الغناء فهي يعني في تقدم يعني ما شاء الله يعني هي كزعلانا كزعلانا ما رحتش يقدرون باختلاف مع أستاذ الشام جمال هو ربنا عوضه هتروح السنة الجاي هو مسابقة او اتنين هي هو لو سمعنا بقى يبقى يبقى تلها بقى يعني برنامك حركة كبير قوي هو لو سمعنا أستاذ الشام هي نفسها تقدم أودام الرئيس حاجة أكيد طيب بتتعاملوا عادي يعني واخدت المركز التاني وحكيناش بقى كل التفاصيل اتضربت على إيه كانت متفقة على إيه كم أغنية اخترت منها إريني اخترت من كم أغنية علشان تستقري على الاتنين اللي عزفتيهم هل كان فيه تفسفية في الأدوار كل الحاجات يحكي لنا بقى لأ هنا كنت محتارة أنا وبابا منختار بولكا فولكس أولا كنشرت ريدن بس احنا قلنا بولكا فولكس عشان الوقت لأنها أصلا قطعة طفولي صغيرة فأنا قلت عزفة عشان الوقت لكن كنشرت ريدنج تا كبير جيت كبير شوية فما رضيتش عزفة يعني عشان الوقت كم أغنية احنا سمعنا عصفك جميل جدا وعزين نسمع صوتك لأن بابا لسه من شوية بيقول أنه وانتي كان عندك أربع سنين كان صوتك بيحل المايك تقولتك كلمة حلوة قوي يعني صوتها كده بيحل المايك وهي بتغني فعزين نسمع بقى حاجة شكرا